تبرز الخاص خاصة كأحدى الأدوات التي لجأت إليها حكومة المملكة في الخطة الاقتصادية الجديدة التي تهدف لمواجهة تراجع الإرادات النفطية وتنويع الاقتصاد حيث يسهم تحويل بعض القطاعات الحكومية إلى القطاع الخاص في التخلص من الأعباء المالية الضخمة وبالتالي يمكن للحكومة أن تخفض التزاماتها المالية بشكل كبير هذا إلى جانب تحقيق موارد مالية لخزينة الدولة من عائدات التخصيص ومن جانب آخر يستفيد المواطن من تحسن جودة الخدمات المقدمة عند تخصيص أحد القطاعات مع ارتفاع كفاءة الإدارة والتشغيل عملية خاص خاصة القطاعات الحكومية في المملكة بدأت منذ فترة ليست بالقصيرة حيث يعود تاريخ الخاصة في المملكة إلى عام 1418 للهجرة حيث تولى المجلس الاقتصادي لأعلى في ذلك الوقت مسؤولية الإشراف على برنامج التخصيص وكان قطاع الاتصالات وخدمات البريد خطوة البداية تبعه بعد ذلك قطاع المياه بعض خدمات الطيران وكذلك قطاع الكهرباء وتعود الخاص خاصة اليوم للواجهة من جديد وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 حيث تستعد 13 وزارة وهيئة حكومية لإطلاق أول برامج خاص خاصة بعض خدماتها المختلفة للمساهمة في دعم الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل ترجمة نانسي قنقر